اهلا بكم في هذا الموجه الخاص عن فلسطين على قناة الحدث الافريقي اكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ضرورة اعادة تفعيل لجان الحراسة الليلية لحماية المواطنين والمنشآت والمنازل والاراضي من هجمات ارهابية قد يشنها مستوطنون اعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية مساء امس سبت استكمال كافة تحضيرات لعقد المؤتمر الاستثنائي للهيئة العامة للنقابة المقرر يومه الاحد في قاعة الهلال الاحمر الفلسطينية في الضفة وغزة وفقا للوصول المتابعة وعملا باحكام النظام الداخلي للنقابة اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء امس سبت مدخل مدينة اريحة الشمالية والجنوبية وافد شهود العيان حسب وكالة الانباء الفلسطينية بان قوات الاحتلال الاسرائيلية اغلقت شارع القدس المؤدي الى مدخل اريحة الجنوبية امام المواطنين كما اغلقت المدخل الشمالية واوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقة ركبها تجددت التظاهرات الحاشدة في تل ابيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس ضد الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بن يامي نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي وتوفد الالاف من المتظاهرين الى امام مباني الحكومة في شارع كابلان وساحة هبيما في تل ابيب قال مسؤول من الفلسطين شمال الضفة غسان دغلس ان مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين حواره وقلقيلية بالقرب من مدخل مستوطنة يتسهر ما ادى الى الحق اضرار ببعضها وافادت مصادر امنية بفلسطين لوكالة الانباء الفلسطينية بان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم واثر ذلك اندلعت مواجهات اطلقت خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ما ادى الى اصابة الطفل برصاصة في قدمه ونقل الى احد المستشفيات لتلقي العلاج بهذا الخبر جاءنا اتي الى نهاية الموجز شكرا على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة